لأول مرة في أسيوط بيتم إطلاق مهرجان الترويج السياحي لمحطات مصار رحلة العائلة المقدسة بالمحافظة ده طبعاً حيكون ليه انعكاس كبير على جذب السياحة الدينية في أسيوط حالياً نعرف التفاصيل الأكتر معانا على تريفون الأستاذ أحمد السويفي مدير مدرية الشباب ورياضة بأسيوط صباح الخير على حضرتك صباحاً صلى فرمجم صباح الخير عليكم وعلى شعب المصر وعلى شهدين خلينا نتعرف على فعاليات اللي بيشمل عليها مهرجان الترويج السياحي لمحطات مصار رحلة العائلة المقدسة بمحافظة أسيوط بسم الله الرحمن الرحيم السبب تنبريكش بقرحة طبع أسيوط خريج ميجا بيحترز البراجات النادية في مهرجان تحت شعار يوم في حب مصر للسحة المعالم السياحي أسيوط جامعة حفاظات بمناسبة 8 سنوات على الفريق بمشاركة عدسة فيهم دراجنا له في اعتزال تحت رعاية اللي بطول عشر صفح وزير الشباب الرحيم فراء رسمي للعديد من المهرجانات الترويجية التي تساهم في مصر سواء الداخلية والخارجية من خلال تنظيم العديد من المهرجانات تم تقديم جميع الدعم من محافظة أسيوط من خلال اخراج الجماعة التساعدة والتقصيدات اللازمة للفريق أستاذ أحمد حابين نعرف من حضرتك عن أسيوط أكتر إيه أبرز الأماكن السياحية اللي حيتم التركيز عليها وترويجها في هذا المهرجان أسيوط دلوحة في جمهورية جديدة مالية بالمالية بالمالية السياحية زي لحية العائلة المقدسة أبرز محطات أو مصر العائلة المقدسة في أسيوط عندنا طبعا دل العدراء المقدس في جبل برونكا ده من أبرز المعالم السياحية وعندنا الوكالات الأسرية وفي العديد من المعالم السياحية في أسيوط جميل كل شكرا لك الأستاذ أحمد سويفي مدير مدرية الشباب والرياضة بأسيوط شكرا جزيلا لحضرتك